لماذا لا أستطيع السير كما يفعل الآخرون سؤال قد يفسر تلك الحركة التي تتكرر في حياة أسرار بشكل شبه يوم حين تتحسس أقدامها وتركز النظر في أقدام من حولها في هذا المنزل الحزين قاعدت القذائف من اتجاه الحوبان القذيفة الأولى قاعدت إلى قوار بيت واستشهد إمرأة وأم أسرار قاعدت من المنقذين هو قمع أنفاء قمعها من القرية وكانت ماسك لأسرار وعندما قال القذيفة الثاني استشهد أمها والطفل أسرار صاب بالريق وصابوا استشهدوا سبعة هناك من القرية من القيران وسبعة صابعت قبل أشهر قليلة كانت هذه الطفلة تحاول الوقوف بقدمين لكن صاروخا من وجهة الإنقلابيين أفقدها الأم وجعلها حبيسة محاولات السير بقدم واحدة إلى ما لا نهاية أسرار تسبي الله ونعمل وكي لبس بللي عملنا كذا تقلس ما تخيله ما تشل الصندال تعمله فقط الرقل وشلال الرقل الثاني تدور أي نهيش تعمل رجل الصندال الثاني تسبي الله ونعمل هي الحرب تغتال الأشياء الجميلة في حاضر الأوطان ومستقبل الإنسان كل شيء في حياة هذه الطفلة قد يتغير إلا هذه المعاناة وذكرى هذه الحرب السيئة فواز الحمادي قناة بلقيس من مديرية المسراخ تعز